أقيمها في العاصمة الموقعة عدن حفل ختامي طبي بمناسبة نجاح الامتحانات سريرية نهائية بنظام الأوسكي في اليمن التي أقامها المجلس العربي للاختصاصات الطبية والصحية التي يتنافس فيها 52 طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية في مساق الجراحة العامة بنظام الأوسكي على مرحلتين تضمنت الأولى نظرية والثانية سريري إكلينيكي التي أشرف عليها نخبة من الأطباء من مختلف أقطار الوطن العربي ودشنا الحفل بعدد من الكلمات ثمن خلالها نائب وزير الصحة وسكان عبدالله دحان جهود الأساتذة العرب في مجال الجراحة العامة الذين كان لهم دور طيب في إجراء الامتحانات بن سيابية وحسن تنظيم وتفاعل الطلاب والنتائج المثمرة وشكرهم على تحمل مشقة وعناء السفر لإجراء هذه الامتحانات في العاصمة الموقعة عدن فيما ألقى الدكتور قاسم الأصبحي كلمة اللجنة التحضيرية رحب فيها بالحاضرين والضيوف وبالنجاح الذي أحرزته الامتحانات من حيث إقبال الطلاب وحسن التنظيم وفي نهاية الحفل تم تكريم من أسهم في إنجاح هذه الفعالية وعضاء لجنة الامتحانات من الأساتذة العرب في المجلس العربي المشرفين على سير الامتحانات وعضاء اللجنة التنظيمية الخاصة بالامتحانات الذين جاءوا من مختلف الأقطار العربية كما تم تكريم عمداء كليات الطب والأساتذة والموظفين فيها الذين كان لهم دور فعال في إنجاح هذه الامتحانات بتروس وشهادات الشكر والعرفان ترجمة نانسي قنقر